للمزيد تنظم إلينا من موسكو مرسلتنا أريج محمد أريج نطلع منك على آخر التطورات الميدانية وأيضا نتوقف عند تصريحات مدفداف اليوم نعم كارولينا في آخر التطورات الميدانية القتال بين جانبين الروسي والأوكراني بحسب ما تحدثت به وزارة الدفاع الروسية مدالة أو مازالة مستمرا على خمسة محاور أساسية تمتد من الشمال إلى جنوب بدءا بمحور كوبيانسك ثم محور دانيتسك وجنوب دانيتسك والقطاع الجنوبي الذي يشمل مقاطع تايز باروجيا وخيرسون وهناك عدد من الهجمات المضادة الأوكرانية التي تم صدها من قبل الجانب الروسي بما فيها تلك في منطقة كليشيفك واندريفك المحاذية لباخمود في جنوب دانيتسك على صعيد التصريحات التي تحدث بها ووصف ربما من خلالها دميتري مدريدي في نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي الوضع المخيم بالأعمال القتالية التي تدور في أوكرانيا والدعم الغربي الذي لا زال يتدفق على كيف هو دعم بالنسبة للجانب الروسي كما يصفه دعم متطور ونوعي وخطير طبعا يشكل تهديدا بطبيعة الحال الجانب الروسي لكن لدى الجانب الروسي ما يرد به وما يقابل به هذا التهديد من المعروف عن دميتري مدريديف طبعا تصريحاته ونبرته المرتفعة دائما طبعا هو يجمل هذا الصراع بما تقول موسكو إنما يدور في أوكرانيا يدور في الحقيقة بين روسيا والغرب الغرب الذي يواجه روسيا بأياد أوكرانية ويمدها بهذه الأسلحة المتطورة وآخر مظاهرها التي يسردها مدريديف يقول بأن هناك هذه الدبابات الأمريكية أبرامس المتطورة وأيضا صواريخ بعيدة المدى ولسيما تلك التي يجري الحديث عنها حاليا من طراز أتاكامس وغير ذلك من مظاهر هذا الدعم الغربي المتطور لإلحاق الهزيمة بروسيا وعليه فروسيا في ظل كل هذه التطورات الدراماتيكية تجد نفسها هناك القليل جدا من الخيارات التي أمامها سوى ربما الخيار الذي يتمثل في المواجهة المباشرة الذي يقترب أكثر فأكثر المواجهة المباشرة بين روسيا وحلف شمال الأطلسي طبعا ويشبه من خلال ما يجري حلف شمال الأطلسي بالتحالف الذي كان قد تشكل أيام أدولف هتلر أيام الحرب العالمية الثانية أيضا ضد الاتحاد السوفيتي رغم أنه يقول بأن حلف شمال الأطلسي هو أوسع من ذلك الحلف وربما يزيده خطرا لكن طبعا بطبيعة الحال وبحكم الأسلحة المتطورة التي لدى روسيا ولدى الجانب الغربي ربما تكون عواقب مثل هذه المواجهة المباشرة بين روسيا والغرب أكثر إلاما من تلك المعروفة بعد الحرب العالمية الثانية شكرا جزيلا لك من موسكو مرسلتنا ريج محمد ترجمة نانسي قنقر